فتيات مسلمات أمريكيات ينتابهن الخوف من ارتداء الحجاب بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما نشر تقرير يومية الاندبندنت البريطانية تحذيرات كثيرة ترد للفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة خوفا على سلامتهن الجسدية حيث أن دونالد ترامب كان ينتقد الأقليات وخصوصا المسلمين أثناء حملته الانتخابية حيث دعا لمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي ذلك خطوة استباقية ضد الإرهاب التغريدات دونتها مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الفتيات اللواتي يعبرن عن شعورهن بالخوف حيث كتبت شابة تدعى هاري نومين والتي تعد الأكثر تدينا في العائلة بعثت لي أمي رسالة تقول لي لا ترتدي الحجاب من فضلك وأضافت كنت أود البكاء بعد انتخاب درامب فأمي ستضحي بمعتقداتها من أجل حمايتي الشابة لمياء نشرت على حسابها أختي أخبرتني للتو عن شعورها بالخوف من كونها مسلمة لا يحاول أحدكم إقناعي بعدم جدوى كلماته كما أضافت شابة أخرى تدعى حميرة أحمد إنها المرة الأولى التي تشعر فيها بالخوف باعتبار أنها شابة مسلمة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى صعيد قادة الجالية المسلمة تطرق نهاد عواد الناطق باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى حالة الأرق والخوف التي تعيشها الجالية المسلمة الآن قائلا هناك شعور حقيقي بالخوف من مستويات الكراهية التي شهدناها في حملة المرشح الجمهوري ترامب ترجمة نانسي قنقر